أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقة حول الحديث الرابع من باب الجابر والقدر والآمر بين الأمرين ذكرنا فيما مضى أن البعض يتوهمون الجابر بأن الإنسان مجبور في أفعاله وهذا القول باطل لأن معناه أن أفعالنا ليست باختيارنا والعقاب على الأمر غير الإختيار قبيح والظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ليس بظلام للعبيد هناك البعض يتصور التفويض المطلق يعني أفعال العباد هذه باختيارهم ولا قضاء ولا قدر من الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد وهذا القول أيضا باطل لأن معنى ذلك عدم لأن معنى ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى ليس المتصرف في مملكته إنكار لهيمنة الله سبحانه وتعالى ولقضائه وقدره وإنما الصحيح هو الأمر بين الأمرين يعني أفعال العباد الناس يفعلونها باختيارهم ولكن فيها القضاء والقدر يعني المقدمات هي بإذن من الله سبحانه وتعالى وإرادة منه بما لا يتنافى مع الاختيار بعض المقدمات هي قضاء من الله سبحانه وتعالى وإحدى المقدمات أن العبد يريد أو لا يريد هذا باختيار العبد والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذا الاختيار وهو الذي أذن له إذنا تكوينيا في أن يعمل اختياره فإذن لا جبرة ولا تفويض في هذا الحديث الرابع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين هذه الحقيقة ليونس ابن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الإمام الرضا يقول لي يونس ابن عبد الرحمن إن القول بالتفويض المطلق هذا يخالف القرآن في عدة من الآيات الله سبحانه وتعالى ينقل قول أهل الجنة وينقل قول أهل النار أهل النار وينقل قول إبليس في أقوالهم قول أهل الجنة قول أهل النار قول إبليس يقرون ويذعنون مأن هدايتهم أهل الجنة وظلالهم أهل النار وإبليس إنما هو ضمن تقدير الله عز وجل لكن الإمام يبين يقول الله قدر هداية هؤلاء وقدر ظلال أولئك لكن ليس معنى ذلك جابر هؤلاء على الهداية وجابر أولئك على الظلال وإنما أهل الجنة بحسن اختيارهم اختاروا الطاعة فهداهم الله سبحانه وتعالى وأهل النار وإبليس بسوء اختيارهم اختاروا المعصية فأضلهم الله سبحانه وتعالى إذن أهل الجنة وأهل النار وإبليس متفقون على أن الهداية وأن الظلال إنما هي من الله سبحانه وتعالى والله حينما ينقل قولهم في القرآن بدون رد ذلك القول هو تقرير له هذه مسألة مهمة وبصيرة قرآنية أن القرآن هو كتاب هداية في كتاب الهداية لا ينقل الباطل بدون رد ذلك الباطل لذا القرآن إذا نقل كلام الكفار والمنافقين وأهل الظلال إذا نقل كلامهم الباطل إنما ينقله بغرض ردهم يعني ينقل كلامهم ويرده في سياق الرد فإذا الله سبحانه وتعالى في القرآن نقل كلام بدون أن يذكر ردا له هذا معناه تقرير ذلك الكلام لأن القرآن كتاب هداية وكتاب الهداية لا يذكر فيه الباطل وإنما يذكر فيه رد الباطل يعني الله عندما ينقل كلام فرعون مثلا في أنه يقول أنا ربكم الأعلى الله يرده عندما ينقل كلام المشركين يرده فهذا النقل هو نقل حق لماذا؟ لأنه رد للباطل لكن لا يصح في كتاب هداية أن يذكر كلام باطل بدون رد له هذا يخالف الغرض الموضوع له كتاب الهداية وحيث إن القرآن كتابه هداية فلذلك إذا ذكر أمر ورد فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبين الحق بأن هذا الكلام باطل لكن إذا ذكر كلام بدون رد معنى ذلك تقرير لذلك الكلام زين في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر كلام أهل الجنة زين أهل الجنة لا باطلة في كلامهم هذا مفروغ عنه لكن ينقل كلام أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا هنا الله سبحانه وتعالى حينما ينقل هذا الكلام لا يرده معنى ذلك أنه أقره نعم غلبت عليهم شقوتهم أو حينما الله سبحانه وتعالى ينقل كلام إبليس قال رب بما أغويتني الله لم يرد كلامه لم يقول له لا أنا لم أغوك لا الله سبحانه وتعالى هو الذي أضل إبليس هو الذي أغوه لكن هذا ليس معنى جبر إبليس على الغواية وإنما بمعنى أن إبليس عصى أمر الله سبحانه وتعالى فأضله الله أو كانت عبادته في قلبه لا لله إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين هذه عبادته لم تكن لله سبحانه وتعالى ما كان مخلص له فلذلك فلذلك في الموقع الحساس بسبب سوء اختيار ضل الله أضله فإذن الإنسان المؤمن من الذي هداه الله هداه الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وكذلك في آيات كثيرة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الحداية من الله سبحانه وتعالى لكن لماذا الله هدى البعث جبرا هداهم لا بأمر بين الأمرين الهداية من الله لكن لأن العبد كان قابلا لهذه الهداية لماذا هو قابل لهذه الهداية بحسن اختياره فصار للعبد دور إذا صار للعبد دور طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي نظم ورتب وقدر أمور الكون بهذه الكيفية أن يكون الإنسان مختارا بالنتيجة بحسن اختياره الله سبحانه وتعالى هده ذاك بسوء اختياره الله سبحانه وتعالى رأى سيء الاختيار فلذلك أضله فإذن المفوض الذين عزلوا الله عن ملكه والعياذ بالله يقولون لا قضاء وقدر في أفعال العباد هذا اللي يصلي هذه الصلاة لا قضاء وقدر فيها لم تكن عن قضاء وقدر وذلك الذي يعصي لم يكن في عصيانه قضاء وقدر هؤلاء كلامهم يعارض القرآن حينما ينقل عن أهل الجنة وعن أهل النار وعن إبليس وآيات كثيرة أخرى الشاهد في تخصيص هذه الآيات بالذكر بيان بشاعة القول بالتفويض المطلق بأنه حتى أهل النار وحتى إبليس لا يقولون بهذا القول الباطل الذي يقول به المفوضة بهذا المعنى الذي ذكرناه هذا القسم الأول من هذا الحديث بعد ذلك الإمام يبين أنه في كل شيء قضاء قدر مشيئة إرادة ويشرح هذه الكلمات إحنا هذا المقطع الأول نقرأ ونوضحه ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الثاني من الحديث الشريف عن يونس ابن عبد الرحمن قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا يونس لا تقل بقول القدرية القدرية كما مر سابقا وذكرنا فيما مضى تطلق على المفوضة وعلى المجبرة على كل الطائفتين يطلق القدرية لكن الأكثر إطلاق هذه الكلمة على المفوضة الذين نفوا القضاء والقدر في أفعال العباد وهذا هو المقصود في هذا الحديث الشريف لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لم يقول بقول أهل الجنة أهل الجنة أسندوا هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى الإمام يذكر الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في سورة الأعراف حينما يدخل أهل الجنة إليها يقولون بهذا الكلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فإذن هدايتهم من الله أما المفوضة شنو يقولون يقولون لا الهداية ليست من الله فخالفوا كلام أهل الجنة زين ولا بقول أهل النار أهل النار لأن هناك حينما هم في النار ويحترقون بعض الحقائق تنكشف لهم من جملة الحقائق هذا الكلام الذي يفوهون به والقرآن ذكره ولم يرده بمعنى أن القرآن أقر هذا الكلام شنو يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا غلبت علينا شقوتنا يعني نحن كنا أشقياء لأننا كنا أشقياء وهذه الشقاوة والشقاء غلب علينا لذلك صرنا من أهل النار زين الشقاء بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى ولكن ليس جبرا كما يتوهم المجبرة مو معنى أن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى الشقاء على هؤلاء بدون اختيار منهم لا لأنهم أساءوا الاختيار لذلك الله قضى عليهم الشقاء لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قدر لهم الشقاء فإذن دخولهم إلى النار بقضاء من الله وقدر بسبب شقائهم وهذا الشقاء كان بقضاء وقدر من الله لكن ليس قضاء حتم وقدر لازم كما نقلناه في حديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وإنما الله سبحانه وتعالى أمرهم فعصوا فقدر لهم الشقاء إن الله لا يهدي القوم الظالمين في آية أخرى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني هذا ظالم لظلمه الله لم يهده وكتب عليه الشقاء هذا لفسقه الله سبحانه وتعالى لم يهده وكتب عليه الشقاء فهذا قول أهل النار والله سبحانه وتعالى أقرهم على قولهم هذا القول صحيح غلبت عليهم شقوتهم القدرية المفوضة لم يقولوا بقول أهل الجنة ولم يقولوا بقول أهل النار ولا بقول إبليس زين إبليس ينو قال قال ربي بما أغويتني يعني نسب الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى بأي معنى الله أغواه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلب عنها الألطاف الخفية والجلية الله لم يوفقه ليس معنى أنه أجبره على الغواية كلا وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رآه متكبرا متمردا كافرا لذلك لم يهده فحينما لم يهده الله سبحانه وتعالى غوى وظل لأن الإنسان إما يكون مهتدي وإما ظل الهداية من الله إذا الله سبحانه وتعالى حيئ مقدمات الهداية وليس فعله اعتباطا وإنما لحسن اختيار هذا المهتدي فهذا المهتدي يهتدي زين إذا هذا أساء الاختيار الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لا يهيئ له أسباب الهداية فهو يظل بسوء اختياره من الذي أظله الله سبحانه وتعالى لكن هل كان مجبورا على الظلال؟ كلا يعني الله لم يجبره على الظلال وإنما الله سبحانه وتعالى لأن هذا الإنسان أساء الاختيار أظله لذا لو كان يحسن الاختيار الله كان يهتيه ولذا نشوف بعض الأحيان هناك ناس أهل الظلال يهتدون أساء الاختيار فأظله الله أحسن الاختيار فالله سبحانه وتعالى قدر له الهداية قال ربي بما أغويتني في هذه الآية وردت في سورة الأعراف وسورة الحجر في سورتين من سور القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لو ما كان يخلق آدم ما كان إبليس يظل لكن الله سبحانه وتعالى يختبر الجميع بما فيهم الملائكة وبما فيهم إبليس الله سبحانه وتعالى لو ما كان يخلق آدم إبليس ما كان يظل التكبر كان كامن في ذاته إخلاصهم ما كان عنده لكن كان في الظاهر مطيعا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى كما أن الملائكة في الظاهر كانوا مطيعين ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى عندما الله سبحانه وتعالى خلق آدم وأمرهم بالسجود لآدم فسأل الله إذا هم ما كان يأمرهم بالسجود لآدم هم إبليس ما كان يظل وهذا مخلوق وأنت مخلوق آخر لكن حينما أمره الله بالسجود لآدم هذا بيان لأفضلية آدم عليهم حيث إنهم سجدوا له جعل لهم قبله ولأن آدم كان أعلم منهم والتفضيل بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آدم كان أعلم منهم وأيضا أمروا بالسجود له فهو أفضل منهم من الملائكة جميعا لو الله ما كان يأمر الملائكة وما كان يأمر إبليس بالسجود لآدم أيضا إبليس ما كان يظل هذا موجود وهو موجود آخر لكن حينما أمره بالسجود لآدم هنا ظهر ما في مكنون نفسه سوء اختياره لم يستعد أن يسجد لآدم إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين زين لماذا الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود لآدم للامتحان لأن الله سبحانه وتعالى كما يمتحن البشر ويمتحن الجن كذلك امتحن الملائكة وإبليس من الجن امتحنه الله سبحانه وتعالى بهذا الامتحان الملائكة امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى أما إبليس عصى لماذا الملائكة امتثلوا لأمر الله بحسن اختيارهم ما كانوا مجبورين كما أن إبليس لم يكن مجبورا بحسن اختيارهم هما سئلوا الله سبحانه وتعالى لكن سؤال استفهام ليس سؤال تعنت فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبله من الموجودات كانت موجودات قبل الإنسان حسب بعض الروايات هذه أفسدت في الأرض الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بإزالة هؤلاء من الوجود وتضخير الأرض من لوثهم فلما الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه سيخلق خليفة لأولئك الموجودات الذين كانوا في الأرض وكما أنه يكون خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض هنا سئلوا سؤال استفهامي ليس سؤال تعنتي هذه نقطة جدا هامة الإنسان مرة يسأل سؤال تعنتي متعنت مرة لا يسأل ليفهم والله سبحانه وتعالى هو الذي فتح مجال السؤال لهم لأنه هو الذي بدأ بالكلام إني جاعل في الأرض خليفة يعني خاطب الملائكة بهذا الخطاب فكأنه فتح بابا لسؤالهم فلذلك سألوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الموجود السابق قبل آدم هذا كان يسفك الدماء ويفسد وأيضا لعل الله سبحانه وتعالى كان قد أعلم وأخبر الملائكة بأن الناس كثيرا ما يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن ننزهك ونضهر الأرض من لوث وجود الموجودات التي تعص الله سبحانه وتعالى سؤال استفهامي كان قال إني أعلم ما لا تعلمون بحكمة ثم بيّن لهم وجه الحكمة آدم أعلم منكم لما علموا بأن آدم أعلم منهم وأنه أفضل منهم أمرهم بالسجود له سؤالهم ما كان تعنت كان استفهام لذلك ذاتهم بسحسن اختيارهم كانت طاهرة لذا امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى أما إبليس بسوء اختياره ذاته كانت مدنسة فلذلك أبا واستكبر أبا أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى واستكبر عن أمر الله وتكبر على آدم فلذا الله سبحانه وتعالى طرده من رحمته زين إبليس ماذا يقول ربي بما أغويتني الإغواء من الله فليس كما يقول القدرية أنه لا صنع ولا قضاء ولا قدر من الله سبحانه وتعالى على أفعال العباد لا قضاء وقدر موجود لكن لا ينافي الاختيار بالبيان الذي بينه العم عليهم الصلاة والسلام ووضحناه زين هنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بين ليونس ابن عبد الرحمن أنه القول بالتفويض باطل زين هو شنو تصور تصور أنه إذا القول بالتفويض باطل فمقابل الجبر الإمام يبين أيضا لا جبره تفويض لا يوجد لكن قضاء الله وقدره في أفعال العباد لا يلازم الجبر في أفعالهم لذا قلت والله ما أقول بقولهم يعني بقول المفوضة ولكني أقول لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضاء لا يكون إلا بما شاء هنا استعمل كلمة الباء والظاهر أنه يقصد العلية يعني مشيئة الله وإرادته وقدره وقضاءه إلا لأفعال العباد بمعنى أن العباد لا اختيار لهم في هذه الأفعال هنا استعمل الباء السببية التي توهم بالعلية التامة بمعنى الجبر لذا الإمام يقول لا هاي الباء شي لها إرادة الله ومشيئته وقضاءه وقدره ليس إلا تام لفعل العباد وإنما للعباد أيضا دخل بمعنى أنهم يطيعون الله فالله يقضي لهم الهداية يقدر لهم الهداية يشاء الهداية يريد الهداية يعصون فيقدر الله ويقضي ويشاء ويريد الإضلال فليس قضاؤه إلا تام بحيث أن العبد يكون مجبورا هنا هاي كلمة واحدة وحرف واحد الباء السببية فاصل بين الحق والباطل ماكو تفويض لكن ليس هناك جبر قلت والله ما أقول بقولهم ولكني أقول لا يكون إلا بما شاء الله باء يعني بسبب مشيئة الله وأراد وقدر وقضى فقال يا يونس ليس هكذا لا ليس هناك علية تامة بحيث أنه لا يكون للعبد دور بحيث أنه يكون مجبور يكون مجبورا لأنه إذا كان مجبور لا معنى للعقاب على المخالفة ولا معنى لإرسال الرسل وإنزال الكتب مجبور فلذلك لا تظنن أن قضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته جبر للعبد وإنما قضاء الله موجود وقدره موجود وإرادته موجودة ومشيئته موجودة لكن اختيار العبد أيضا موجود نشوفه مثلا كمثال إذا واحد ذهب إلى شاهق عمارة ذات مئة طابق مثلا ألقى بنفسه من السطح إلى الأرض هذا مئة طابق يهوي إلى الأرض فلما يرتطم بالأرض تتكسر عظامه ويموت الموت من أين جاءه من الله سبحانه وتعالى الموت بيد الله لا بيد غير الله الله هو الذي يميت هو الذي يحيي لكن هل كان هذا العبد مجبور أن يموت في هذه اللحظة لا وإنما بسوء اختياره ألقى بنفسه فلما ألقى بنفسه الله سبحانه وتعالى أماته زيان هذا العبد بحسن اختياره يطيع فالله يهدي الهداية من الله بقضاء منه ذاك العبد بسوء اختياره يعصي فالله يظل الظلال من الله سبحانه وتعالى لكن ليس بمعنى جبر العبد هذا اللي ألقى بنفسه من شاهق وارتطم بالأرض ومات هل كان مجبور أن يموت في هذا الوقت لا ما كان مجبور وإنما بسوء اختياره ألقى بنفسه فالله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت بقبض روحه هكذا في الأفعال الاختيارية للإنسان في طاعته وفي معصيته فقال يا يونس ليس هكذا الباء السببية الشيلها لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقضى وقدر وقضى الله شاء هداية مؤمن آل فرعون شاء أراد قدر قضى لكن ليس سببا تاما وعلة تامة بحيث أن مؤمن آل فرعون كان مجبور على أن يهتدي لا بحسن اختياره أطاع الله فهداه وفرعون الله شاء وأراد وقدر وقضى ظلاله لكن لم يكن مجبورا على الظلال وإنما بسوء اختياره اختار المعصية فالله سبحانه وتعالى شاء وأراد وقدر وقضى ظلاله ثم بعد ذلك الإمام يأتي هذا المقطع الأول من الحديث يأتي ويشرح معنى المشيئة والإرادة والقضاء والقدر إن شاء الله في حلقة قادمة نتطرق إلى القسم الثاني من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة